ده أكبر انتصار لمنتخب أسبانيا على بطل طوج أصلا بطل كاس العالم فالنهاردة دي هزيمة صاحقة بس رغم الهزيمة الغريبة والكبيرة جدا بنتيجة 6-0 قدام منتخب نهاردة ألمانيا لكن للتحاد الألماني النهاردة بيقول إنه لاف مش ماشي مع إن قبل التقرير كنت بتقول إن التواصل الاجتماعي الدنيا مقلوبة النهاردة على لاف لكن النهاردة هو مستمر لحد نهاية عقده 2022 الخسارة بالستة أمام أسبانيا زي ما قلت لحضراتكم أكبر هزيمة وأغرب هزيمة أفتكر في تاريخ منتخب ألمانيا من 89 سنة لكن النهاردة برضو بنقول إنه يعني مفيش مدارب هيتقيم على نتيجة ماتش يعني أنت عملت إنجازات عظيمة جدا يمكن أبرزها كاس العالم بس من الشاتيك يتمشي النهاردة أو هتتقيم من مباراة طبعا هزيمة صاحقة فعلا ويجيب أجل الواحد لا طبعا هي كانت مفاجئة يا سيام ده برضو يعني مش هيمشي لا خلينا نتكلم في جزئين مهمين جدا جزء الأولاني كان فيه انتقاضات عنيفة جدا على لوف بعد خروج المنتخب الألماني في 2018 في كاس العالم إحنا عارفين طبعا ألمانيا كانت تفايزة بكاس العالم 2014 فالخروج من الدور الأولاني كان بالنسبة لهم كارسة كبيرة جدا ولكن رغم الكارسة دي تجدد عقد الوف لسنوات أخرى لسنة 22 بس ممكن يعني هو اللي يقدم استقالته يعني يتكسف مثلا يعني لا هو الموضوع هناك في ألمانيا ما فيهاش قصوف لا هي الموضوع مش موضوع قصوف هي موضوع دلوقتي ضغوط وعلى سبيل المثال بعض اللعيبة حتى الأدام لوتا متيست مثلا طلع وقال أن يورجن كلوب مطلوب في الاتحاد الألماني يعني بيرشرح يورجن كلوب أنه يكون موجود مكان لوب على الجانب الآخر بعد اللعيبة زي المعتزلة بتكلم على أن عدم وجود خبرات يعني إزاي يكون مولر هذا اللعب العملاق اللي يلعب في البيرن يكون محاقة السلسية وغيره متواجد مع منتخب لوب على الجانب الآخر فليك فليك طبعا عارفين مدرب البيرن اللي حاقة السلسية مدرب أكثر من رائع كمان اضطرح اسمه في وسائل الإعلام الألمانية أنه يكون متواجد على رأس القيادة الفنية لألمانيا الفترة اللي جاي لكن كل دوت زي ما بتكلم يمكن سياسة ألمانيا يعني عشت شوية في ألمانيا يعني عشت أكثر من 12 سنة الأمور لا تقاص بهذه الدرجة رغم قصاوة الهزيمة الكبيرة جدا هزيمة تاريخية لكن الأمور هناك يمكن بتاخد شكل عقلاني شوية والتقييم ما بيكونش على حسب مباراة حتى لو كانت مباراة كارثية ترجمة نانسي قنقر